اسأل المرأة ما هي الأشياء التي تكرهها في الرجل ولا تخبره بها السلام عليكم يختلف الناس فيما بينهم اختلافا جذريا في طباعهم وتفضيلاتهم لذلك لا توجد قاعدة عامة يمكن تعميمها على الجميع ولا يوجد اتفاق بين الرجال حول أكثر الصفات التي تكرهها المرأة أو تكره تواجدها في شريكها خصوصا أنها لا تبوح له دائما بما يزعجها حوله بالتالي إذا أردنا أن نعرف بشكل مقطعي أكثر صفات الرجل المرفوضة بالنسبة للنساء يجب أن نسألهم بشكل مباشر عن ذلك ونمنحهم حرية التصريح عما يجول في داخلهم وإليك في هذا الفيديو أبرز الإجابات التي أدلت بها النساء مع تحليل مبسط لها هذه هي الصفات التي تكرهها النساء في الرجال تابعوا معي الصفة الأولى إنه بخيل إذا ألقينا نظرة على أبرز المواضيع المتداولة في المنتديات النسائية سنجد أن أغلبها يدور حول مشكلة البخل هذه المشكلة تتصدر قائمة الصفات التي تكرهها المرأة في الرجل لأنها تدل على أنه لا يقدرها حقاً وغير مستعد ليبذل ما له من أجلها ومن أجل إسعادها كما إن البخل يتنافى مع قيم الرجول والمروء لذلك تجتهد مجتمعات النساء باستمرار في ابتكار طرق جديدة إبداعية لتحر البخل لدى الرجل ورصده من بداية العلاقة قبل الدخول في ورطة ثانياً عدم مراعاة خصوصيتها توجد لدى المرأة بعض الأمور الخاصة التي تتوقع من الرجل أن نراعيها ولكن هذا لا يحدث أحياناً بسبب جاله بتلك الأمور أو طبيعته الخشنة في التعامل كما يحدث أيضاً أن يسخر الرجل من بعض اهتمامات المرأة كروتين بشرتها اليومي أو قضاء وقت طويل في تجهيز نفسها للخروج وكلال أمرين مزعج بالنسبة لها لأنه تدخل صريح في أشياء لا تخصه إهمال النظافة الشخصية قد لا يرغب بعض الرجال في الاستحمام يومياً أو يتكاسلون عن تنظيف أسنانهم في الصباح ويشكل هذا مشكلة شائكة بالنسبة للمرأة التي تتوقع أن يهتم الرجل بنفسه بقدر مساوي لاهتمامها هي بنفسها ولكنها في ذات الوقت تتردد أحياناً في مصارحته بذلك خوفاً من جرح مشاعره ولذلك تبحث دوماً عن طرق فعالة تمكنها من اكتشاف إهماله ذاك منذ البداية لتوفر على نفسها معاناة التعامل معه فيما بعد صفة أخرى انتقادها في العلم احذر مرة من انتقاد المرأة بقصوة في السر ومرتين من انتقادها بلطف في العلم فهي لا تغفر لك ذلك حتى لو كان مغلفاً بالحب واللطف الزائف حيث يمكنك ببساطة أن تخبئ تعليقك ذاك إلى حين تكون بمفردكما بدلاً من إحراجها بصراحتك التي لا يمكن كتمها قليلاً أمام الآخر تجدر الإشارة أيضاً إلى أن استخدام المزاح لتسهيل عبور الانتقاد لا ينفع في هذا الوقت ولا يفيد في التخفيف من حدة الرد النساء أيضاً يكرهن الرجل الذي يكثر من التباهي بأمجاده لا مشكلة في أن يذكر الرجل بعض بطولاته ومواقفه النبيلة عندما يسمح سياق الحديث بذلك فالجميع يحب أن ينال التقدير جراء ما يمتلكه من مواهب وما يقدمه من خدمات للمجتمع ولكن المبالغة في الأمر تجعله يتحول إلى هوس مزعج يحاول الشخص من خلاله إبراز تفوقه الذي توقف منذ ذلك الحين ناهيك عن بعض السيناريوهات الخيالية والحبكة السيئة للقصص بذلك فإن كثرة التباهي بالأمجاد هي صفة تزعج المرأة وتقلل من إنجذابها للرجل ولكنها مع ذلك لا تفضل أن تبوح له بذلك كي لا تقلل من إنجازاته تلك أو تجعله يشعر بالإحراج من الصفات التي لا تحبها المرأة في الرجل عدم الغيرة يبدو أنه من الصعب أن نصل لتسوية مع النساء فيما يتعلق بمفهوم الغيرة فالكثير من الغيرة مذمون والقليل مرفوض ولذلك يتخضط الرجال وهم يحاولون حساب الجرع المطلوبة من الغيرة التي ترغب بها معظم النساء لكن في هذه الحالة لم تقول لك فتاتك بشكل واضح أنها تريدك أن تظهر لها غيرتك بل ستقوم باستفزازك لتقوي جذور هذه الغيرة الموجودة في داخلك وإن لم ترى هي نتائج ذلك في أقرب وقت ستعيد التفكير بموضوع ارتباطها بك لأنك على ما يبدو لا تحبها بما يكفي الرغبة في السيطرة تشكل هذه الصفة امتدادا للصفة السابقة ولكن في الاتجاه المعاكس فالكثير من الغيرة يتم تفسيره من قبل المرأة على أنه محاولة فرد سيطرة يبدأ الأمر بتضييق الخناق عليها وتقليص علاقاتها الاجتماعية إلى الحد الأدنى ثم يتطور الأمر لإجبارها على الخضوع لقرارات لا تناسبها هذا أمر مرعب للنساء لأنه يعبر عن عدم احترام الرجل لها وعدم رؤيتها كشريكة حقيقية له تكره المرأة أيضا الفكاهة المبتذلة إن النقاش حول أهمية الفكاهة بالنسبة للمرأة هو أمر محسوم لكن المشكلة هي في جودة هذه الفكاهة إذ يجب على الرجل أن يراعي التطورات التي تطرأ على أسليب الفكاهة بشكل مستمر ويعي كيفية استخدامها لأن الفكاهة المبتذلة تدل على السذاجة وهي إحدى الصفات التي لا تحب المرأة أن تراها في الرجل من الصفات التي تكرهها النساء في الرجال الفوضى يتنافس بعض الرجال بشراسة على لقب الأكثر فوضوية في العالم حيث يبرع قسم كبير منهم في ذلك بطريقة تثير جنون المرأة التي قد تتغاضى عن ذلك في بعض الأحيان أملا في أنه سيتغير مع مرور الوقت ولكن عندما لا يحدث ذلك التغير المرتقب ستجد المرأة نفسها مضطرة للتعامل بأسليب مختلفة مع ذلك السيد الفوضوي إنعدام السعي يعيد هذا إلى أذهاننا الجدال الأزلي حول كون القناعة نعمة أم نقمة حيث يؤكد البعض على ضرورة الاستمرار في السعي والارتقاء للأفضل حتى بعد أن يحقق الإنسان أهدافه الأولية لأن التوقف مع مرور الزمن يعني التراجع للخلف وهناك من يؤيد أن القناعة هي الأمر الأهم الذي يجب أن يتحلى به الإنسان أثناء رحلته في الحياة ليجنب نفسه الكثير من الجهد والمعاناة غير الضروريين لكن عندما يتعلق الأمر بالنساء فهن يفضلن الصنف الأول ويعتبرنه بطلا خارقا يمكنهن الاعتماد عليه وتسليم زمام الحياة إليه مع شعورهن بالثقة والأمان إدمان النشاطات الشبابية لا تمانع المرأة أن يمارس الرجل حياته الطبيعية بعد الارتباط فيخرج مع أصدقائه أو يتابع الفرق الرياضية ويقضي بعض الوقت على ألعاب الفيديو ولكنها تكره أن يتحول ذلك إلى إدمان يثنيه عن القيام بواجباته الكلام المسيء لا يدعي أحد أن النساء لا يستخدمن الكلام المسيء أيضا وخصوصا مع الرجال بل بعض الأبحاث أكدت أن الرجل قد يخشى استخدام كلمات نابية أثناء خلافه مع المرأة بينما لا تتردد هي في ذلك أحيانا ولكن على أي حال فالأمر غير مقبول لأي من الطرفين ويعبر عن نقص في اللباقة والتهذيب ومشاكل عميقة في التواصل الأرضي تعود جذورها إلى الطفولة ترجمة نانسي قنقر